ذكر التقارير الإسرائيلي أن السعودية تعمل مع الإدارة الأمريكية لدفع العديد من الدول لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل مشيرة إلى انتصالات جارية مع عشر دول إسلامية لتوقيع اتفاقيات في هذا الشأن رجحت التقارير أن تكون سلطنة عمان هي الدولة التالية التي توقع اتفاقيات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقات سلام جديدة على الطريق ستوقعها إسرائيل مع عشر دول إسلامية هذا ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول رفيع حيث أفادت بوجود اتصالات جارية بشأن تطبيع العلاقات مع كل من باكستان وإندونيسيا والنيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلاديش والملديب كلها دول إسلامية لا بل إن من بينها إندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان إذ أكد المسؤول أنها حريصة على إقامة علاقات عامة مع إسرائيل وكان تقرير إسرائيلي آخر قد أشار السبت إلى أن سلطنة عمان ستكون الدولة التالية التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل مضيفا أن السعودية تعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع العديد من الدول الأخرى لتوقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل ربما قبل أن تتولى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الشهر المقبل وفي هذا السياق ذكر التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يتابع عن كثب الجهود الأمريكية التي قادت إلى توقيع إسرائيل اتفاقيات مع كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي وبعدهما مع السودان والمغرب وذلك في محاولة للتمهيد لصفقة إسرائيلية سعودية نهائية وبعيدا عن المتابعة السعودية للاتصالات الجارية مع دول إسلامية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل قالت صحيفة جيروسالين بوست الإسرائيلية إن أنقرة عملت وتعمل بشكل وثيق مع خبراء وجماعات ضغط غربية لمحاولة إقناع إسرائيل بأن تركيا تريد المصالحة وتسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية لكن الصحيفة وصفت ما تعمل عليه أنقرة بالمصالحة الزائفة نظرا لأن الهدف غير المعلن لهذه الجهود هو تخريب علاقات إسرائيل بشركائها كما تقول الصحيفة وفي مقدمتهم الإمارات التي تعتبرها تركيا خصما إقليميا واليونان الشركة الثالثة في صفقة خط أنابيب الغاز في المتوسط والتي تضم أيضا إسرائيل وكبرص من تل أبيب ينضم إليه ألوني إيل الدبلوماسي والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية مرحبا بك شكرا جزيلا لتلبية الدعوة سؤال في الداخل الإسرائيلي بداية عفوا مع حضرتك هل كل الطاقم أو كل مكونات صنع القرار في إسرائيل ترحب بهذه الاتفاقات على أنها إنجاز إسرائيلي أم أنها إنجاز لنتنياهو فقط وهناك خلاف دائر الآن تعمل الولايات المتحدة على حله في داخل إسرائيل هل هذا صحيح أم لا أولا علي أن أقول أن رد الفعل في إسرائيل هو متحمس للغاية خاصة الشعب اليهودي في إسرائيل طبعا رئيس وزرائنا له الفضل والرئيس الأمريكي أيضا له الفضل وكلاهما يستحق الفضل ولكن الحماس يكمن أو ينبع من أننا لم يكن لدينا سلام دافئ مع الدول العربية لدينا سلام مع مصر وإسرائيل ولكن لم يكن لدينا دولة عربية تحت ضدنا وتفتح ذراعيها وتريد الاستثمار في السياحة لم يكن لدينا مثل هذه الأمور فالكل انتظر إلى السلام وكل من انتظر السلام يشعر بالحماس موضوع من يحصل على الفضل أقل أهمية بالطبع القادة يحصلوا على الفضل وهم يستحقوا ذلك ولكن نحن نتحدث عن دبلوماسية الساعة الأخيرة اليوم وإذا ما نظرت إلى كل التقرير التي تتحدث عن شكل ربما ومستقبل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بوجود الرئيس الأمريكي المقبل منتخب جو بايدن قد يضع هذه الاتفاقات في تهديد هل تأخذ إسرائيل ذلك بعين الاعتبارا لا؟ لا أظن أن التغيير من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن سيضع الاتفاقات موضع التهديد ربما الزخم سيتباطى عندما أرى ما يحدث مع الإمارات ومع البحرين والآن مع المغرب لا أظن أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تقلب هذا الإنجاز ولا أظن أن إدارة بايدن لديها مصلحة في قلب هذا الإنجاز بالتأكيد انتخاباتنا القادمة هنا لن تقلب نتيجة هذه الاتفاقات وهذا أمر جيد أنا كنت منخرط بشكل كبير منذ 25 عاما في تأسيس العلاقات مع المغرب واستمر ذلك المدة أربع سنوات ونصف أنا على ثقة هذه المرة أن هذا الاتفاق سيدوم أكثر من ذلك طيب ولكن طبيعة العلاقة لربما وانقرأت ما كتبه باراك أوباما في مذكراته ما بينه كانت أنذاك في فترة إدارته للرئاسة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لم تكن طيب أبدا ويعود الآن من من هو من إدارة أوباما إلى سدة الحكم على الأقل ألا يوجد هناك قلق إسرائيلي من أن يكون هناك تعطيل لأي مخطط مستقبلي مرتبط بهذه الاتفاقات أستاذ لئي لم لا لا أظن ذلك يمكن أن تؤثر على كثير من الأمور ولكن ليس عملية التطبيع التي نراها مع الدول الأربعة التي قامت بذلك في الشهرين الأخيرين ما قد يحدث هو أن إدارة بايدن ستحاول تجديد واستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين ووقف توسيع المستوطنات وهنا قد يحدث صدام صدام بين الحكومة الإسرائيلية ربما الحكومة القادمة حتى وبين إدارة بايدن وهذا قد يؤدي إلى توتر ولكن لا أرى أي شخص في الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة يريد أن يعكس مسيرة التطبيع ليس مع سودان أو المغرب أو الإمارات أو البحرين ولكن هناك من يقول لك أن بعض الاتفاقات هذه هي أو لربما يسعى من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع عقبات ومزيد من التعقيد أمام الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد دعني أستعرض معك وأعود لهذا السؤال مقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرتو براين قال إن اتفاقات إبراهيم لم تكن ممكنة لو لا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه هذا مقاله نتانياهو في ذل إدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا وتعملان معا وبشكل وثيق لتحقيق السلام وقد حققنا نتائج باهرة اتفاقات إبراهيم جلبت السلام لإسرائيل مع أربع دول عربية الإمارات والبحرين والسودان والآن المغرب هذه الاتفاقات ما كانت لتتحقق لو لا وجود الرئيس دونالد ترامب وإدارته التي طرحت أول خطة جدية وواقعية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تأخذ الهواجس الأمنية والإسرائيلية بعين الاعتبار فضلا عن اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان وكذلك العمل معا على ردع إيران عن امتلاك قنبلة نووية وسياسة الضغط القصوى التي فرضها على نظام طهران والتي تلقى ترحيبا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط دعونا نستمع أيضا إلى مقاله مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرتو براين وقال تحديدا أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل والمغرب يعد بالكثير للبلدين إنه أمر مذهش عندما يفكر المرء في الإنجازات التي تحققت فمنذ أيام قليلة مضت حققنا اتفاقا بين إسرائيل والمغرب سيتم بموجبه الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية لتصبح أكثر متانة بعد أن كانت عادية كما سيتم وحياء الروابط القديمة تطبيع العلاقات سيفتح الباب للتعاون في العديد من المجالات من التجارة إلى السياحة وهذا سيؤدي إلى الازدهار الاقتصادي لكل من المغرب وإسرائيل هذا الاتفاق سيكون طراثا لنتنياهو ومواطنيه وسيكون رابع اتفاق تبرمه حكومة رئيس الوزراء مع دولة عربية أعود مرة جديدة إلى ضيفي من تل أبيب ألون لئيل أستاذ ألون لماذا على الجزائر أن تكون ضمن اتفاقة السلام المقبلة حتى تكتمل الصورة مع اتفاق السلام الموقع أخير بين المغرب وإسرائيل ألا يشي هذا الاتفاق وهو مختلف عما تم توقيعه مع جزء من دول خليج ودول أخرى مثل السودان هنا في قضية أرض في هذه القصة ألا تعتقد بأن هذا يشي بصراع مقبل ما بين الجزائر والمغرب أين هي إسرائيل إن تحقق هذا السيناريو أستاذ لئيل حقيقي أن الرئيس ترامب دفع باتجاه هذا التطبيع وتجاهل الفلسطينيين بالكامل تماما حقيقي أيضا ونحن نعلم أن الرئيس المنتخب بايدن والموظفين الذي سعينهم لن يتجاهل الفلسطينيين بعد الآن وبالتالي نتوقع تباطئ لأن هذه الاتفاقات واحدة بعد الأخرى تحرج الفلسطينيين وتشعرهم بالمهانة وتشعرهم أنهم ليسوا شركاء مع إسرائيل هذا سيتغير نحن نعلم أن ذلك سيتغير وسيتسبب ذلك في بعض التوتر ولكن هذا لا يعني أن عملية التطبيع التي تحققت حتى الآن سيتم محوها أو لن تستثمر لأنه عندما يكون لديك مثل هذا الزخم كل دولة ستقرر مصيرها وهذا الزخم سيتقوى وهذا الاتفاق سيدعم التجارة والسياحة المشكلة الوحيدة التي لدينا هنا في إسرائيل وليس لا علاقة بإدارة بايدن هي أن هذا يضعف ديمقراطياتنا عملية التطبيع والتفقيات التطبيع تضعف ديمقراطياتنا لأنها تمحو إمكانية حل الدولتين وبالتالي سيكون علينا أن نستوعب ستة ملايين فلسطيني في وضع أقل من الوضع الذي يتمتع به اليهود هذا أمر يقلق الجميع أو بعض الناس ومنهم مي منهم أنا لأننا ندعم الديمقراطية ونشعر بالقلق حول الديمقراطية الإسرائيلية الدول التي تطبع معنا ليست ديمقراطية عادة ونحن نريد أن نحافظ على ديمقراطياتنا وسيكون ذلك صعب إذا لم يكن لدينا اتفاق مع الفلسطينيين بقي دقيقة معي أستاذ لئيل لا أودا ننسى تركيا تركيا تحاول إعادة رسم العلاقة مع إسرائيل إعادة التطبيع مع إسرائيل هل هناك ما تدمره أو تحمله في نفسها ضد إسرائيل أو ضد حلفاء إسرائيل تركيا بمحاولة إعادة رسم العلاقة بقي أقل من دقيقة رجاء أستاذ لئيل تفضل نقطة هامة للغاية تركيا في الوضع الرهن تنظر إليها إلى إسرائيل على أنها دولة معادية على الرغم من وجود علاقات دبلوماسية مع تركيا التوتر هائل في الأيام الأخيرة الماضية بعثوا إشارة وعينوا سفير جديد في إسرائيل على الرغم من وجود العلاقات موجودة هذه إشارة وتركيا تنتظر من إسرائيل أن تعين سفير لا أعلم كيف سترد إسرائيل لأنه أردغان ينظر إليه هنا على أنه عدو ولا أظن أن إسرائيل ستنظر إلى تركيا بشكل إيجابي في المستقبل القريب ألون لي إيلة ديبلوماسي والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك من تل أبيب مباشرة